هقفل صفحة المنتخب هرجع لها مرة تانية في اختيارات فيتوريا مع ديوفي النهاردة خلينا نروح مع حضراتكم لانه الاهلي رغم انه حقيقة فنش الموسم في ظروف صعبة جدا وضغط المطشاط ومستوى من المنافسة صعب جدا صعب جدا ورغم كده ادى بمستوى ناجح ناجح في التتويق ببرونزية كاس العالم لاندية ثم فاز بالسوبر المصري مع فرق مرتاحة بقال عشر تيام كان التخوف الوحيد الحقيقة قبل مباراة السوبر ما تبدأ انه الاهلي جاي من معمعة كاس العالم ثلاث حروب مش ثلاث مطشاط من العارة التقيل فبالتالي مستنزف بدنية وجاي من لفل عالي قوي راجع تاني لفل محلي كرة المصري انتو عارفين شوية بتشدك للتحت فبالتالي كان فيه التخوف من ده لكن رغم كده الحقيقة الفريق قدم مطشين او قدم مطش سيراميكا بمستوى عالي جدا بدني وقدم 77 دقيقة او 75 دقيقة في مطش سيراميكا في مطش فيوتشر في النهائي على اعلى مستوى يمكن واحد من احلى الاشواط اللي لعبها الاهلي الموسم ده لكن الخمس شهر دقيقة الاخرانيين لا اليوم واقفة اليوم واقفة على مستر كولر بعد ما يرجع ان شاء الله الاهلي هيرجع اعتقد يوم 11 يتمرن مرة تانية اللي عيبة كلها اجهزة لغاية يوم 11 هيرجع يوم 11 يستعد له مباريات احنا اول مطشات عندنا هتبقى 16 او 17 فبراير مباراة العودة مع شباب لزداد في الجزائر ان شاء الله هيبدأ الاهلي التحضير ليوم 11 مستر كولر خاد اجازة وقبل الاجازة دي كان فيه اجتماع مع كابتن محمود الخطيب ومع لجنة التخطيط دي لقطات منه زي ما حضرتكم شايفين كابتن خطيب اتكلم في الاجتماع ده مع مستر كولر في حضور طبعا كابتن خالد بيبو مدير الكرة كابتن زاكريا ناصف مع مارسل كولر دكتور خالد الجوادي طبعا المترجم كابتن حسام غالي كابتن زاكريا ناصف كابتن محسن صالح على تقييم المرحلة اللي فاتت افلنا صفحة السوبر وفرحنا ببرونزيت كاس العالم واخدنا افلنا السنة بلقب لكل ده تقفل كلام على اللي جاي يقول ايه اللي محتاجينه عشان نرجع احسن من الاول ايه النواقص اللي ممكن يكون مستر كولر حطتها في اهتماماته او في اولوياته عشان الاهلي يشتغل عليها وكلام مش بس في قصة لعيبة على كل المستويات عناصر الجهاز اللي معاه التدعيمات اللي محتاجها في المركاته اللعيبة اللي شايف ان هم ممكن ياخدوا فرصة للخروج على سبيل الاعارة او على سبيل البيع النهائي بالمناسبة الكلام اللي بتقال على الاسماء اللي رحلت عن النادي الاهلي الكلام ده ملوش اي اسس برضو من الصحة وما فيش حاجة تمت بنسبة 100% ولما تحصل اول حد هيقولها لحضراتكم هيكون هنا فيه على شاشة النادي الاهلي خطيب الحقيقة عقد اجتماع بعد ظهر اليوم مع مرسل كول موديل فني للكورت القادم في حدول لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح حضوية كابتن زكريا ناصف وجود كابتن حسام غالي عضو مجلس الادارة والكابتن خالد بيبو مدير الكورة والدكتور خالد الجوادي لقائم بعمل الترجمة وخلال اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة المستويات وتطرق الى احتياجات الفريق لالفترة القادمة والعمل على توفير كل عناصر النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح اليه الجماهير على المستوائين المحلي والقري اشتركوا في القناة